السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشركة اليبي ستنزل النظارة قريب النظارة معتمدة على الذكاء الصناعي بحيث اي حاجة تشوفها تبدأ ان تحللها ممكن مثلا كلام مكتوب بلغة غير اللغة التي تعود عليها تترجمه لك ممكن تسأله مثلا هل هذا الحزاء مقاسي او لا وسعره كيام يجب له كل المعلومات التي تريدها ممكن ان كاريت لك صور من خلال النظارة ديت وفيها بروجيكتور تقدر تشوف اي حاجة قدامك مرتبط بالذكاء الصناعي مرتبطة على ثلاث نمازج من الذكاء الصناعي مرتبطة بشات جي بي تي فور عشان تجواب لك الأسئلة العامة وتحلل لك الحاجة التي تشوفها قدامك مرتبطة على وزبر وطبع شركة OpenAI مثل شات جي بي تي عشان تفهم الكلام اللي بتقل وتبدأ انها تفهمه او كلام مكتوب من الكاميرا وتبدأ تسأله اي دوت او الخاص للموجود او الخاص للكلام اللي بتقل وبرده مرتبط بذكاء الصناعي يسمى بريكسي بي تي يلتقط بالكاميرا اللي قدامه او اللي انت بتسأل عليه ويبدأ ان هو يعمل سيرش اونلاين ويجيب لك الداتا على طول يعني لو انت مسلا قدامك اي مبنى يبدأ يجيب لك تاريخ البابلاء بتفصيل فاي حاجة انت هتقدر تشوفها تبدأ تظهر لك كده على الشاشة قدامك على العدسات شرح لي الكلام دوت تبدأ تشوف العقارات مثلا تسأله دي سعرها كام او ايه الخصاص باعتها فيبدأ ان هو يجاوبك فالنظارة نفسها هنا بقى صوت بحيث تسمع في المايك ويجاوبك وهذا يترجم لك كل ما تريده النظارة سعرها سيكون 350 دولار ستنزل في شهر عبريل 2014 تبقى كل هذا المكان يجب الكثير بحيث ان اديك خدمة كواسة جدا لإجمان تدرياليتي ويجب الكاميرا ويجب الكاميرا ويجب كوانصر لكي نشعر بصورة ايه ويجب التطبيق واتوف تحمل سوف يحلل كل واحدة فيهم ويقول كل واحدة فيهم ما هي المزايا والعيوب التي فيها لتأكد أن تأكل أكل صحي يمكن أن يكون هناك أكل معينة فهو يجب أن يكون هناك أكل معينة يمكن أن يكون هناك أكل معينة ففيها التطورات حلوة جدا